أصيب ثلاثة صياح مكسيكيين وسائح سويسرية بجروح حالة اثنين منهم حرجة في الاعتداء الذي وقع في جرش في شمال الأردن اليوم ونفذه شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه بحسب ما أفاد الناتق باسم مدرية الأمن العام كما أصيب دليل سياحي أردني وضابط صف من مدرية الأمن العام بجروح لدى محاولة القبض على المنفذ بحسب المصدر ذاته ذكر التلفزيون الإيراني أن تهران بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض وذلك في إطار التقليص التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في عام 2015 ويحضر الاتفاق ضخ المواد النووية بمنشأة فوردو التي سيتحول وضعها الآن بعد تلقيم الغاز في أجهزة الطرد المركزي من محطة أبحاث مصرح بها إلى موقع نووي نشط اشتركوا في القناة